حيث أن الأستاذ محمد حسنين هيكل تاريخ طويل جدا 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 وعاصر توقيتات مختلفة وعصور مختلفة في تاريخ حتى السياسة المصرية لو هنتكلم مع حضرتك عن ملامح شخصية الأستاذ محمد حسنين هيكل لو هنتكلم عن فترة حتى فترة الدراسة حتى فترة بداية امتهانه للصحافة ملامح كتير جدا ومحطات كتير جدا يجب التوقف عندها الحقيقة احنا بنتحدث عن الأستاذ محمد حسنين هيكل احنا بنتحدث عن يعني انا اعتبر انه صحف القرن صحف القرن العشرين على مستوى مصر وعلى المنطقة العربية والشرق الاوسط بالكامل ليه صحف القرن؟ لان الأستاذ هيكل دوره تجاوز حيقة سياسية كثيرة زي ما حدتكم اشرته محطات فارقة في حياة الوطن شاهد على حروب مختلفة داخل مصر وخارج مصر يعني في بدايات الصحفية الأستاذ هيكلو في سن 19 و20 سنة في الإجيبشان جزيت في التوقيت دوت هو بيروح يغطي الحرب العالمية في معركة العالمين ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحرب الاهلية في اليونان ثم الحرب الاهلية في كوريا ثم الحرب الهندية الصينية ثم شاهد على أحداث إيران وده كان الكتاب الأول إيران فوق بركان ثم النكب 48 وحرب 48 وكان متواجد هناك في الفلوجة إذن هو في توقيت مبكر جدا من عمره بدايات عشرينيات عمره كان شاهد على الحروب في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وفي العالم بالكامل في مناطق مختلفة من العالم هذه التجارب المبكرة في حياة الأستاذ محمد حسرينيه كان أعطت له زخما كبيرا وخبرة سياسية وخبرة عسكرية ساعدته بعد ذلك أنه لا يكون مجرد صحفي فقط ولكن هو قارئ جيد للأحداث هو صانع للسياسات هو شريك في الخمسينيات والستينيات مع الرئيس جمال عبد الناصر في وضع تصورات سياسية في ذلك الوقت وبالتالي هذه الخبرات كانت فارقة جدا مع الأستاذ محمد حسرينيه صحيحة أيقونة زي ما بنقول لكن مراحل التعليمية الناشئة كانت عاملة إزاي إيه اللي ساهم في صنع شخصية محمد حسرينيه في الحقيقة الأستاذ هي كان ناشئ ودي من المعلومات الخطاية الموجودة على الإنترنت أن الأستاذ هيكل ولد في قرية باسوس في الأليوبي هذه معلومة خطاية ويتم تدولها للأسف هو ولد في منطقة الدراسة بالقرب من حي الحسين كان في هذه السنوات المبكرة من طفولته كان جده يستحب إلى مسجد الحسين كان يجلس في جلسات الكراءة كراءة الكرآن الكريم وده ساعده على إتقان اللغة العربية في وقت مبكر والده كان تاجر غلال وقطن ولديه تجارة في هذا الوقت وكان يريد لابنه الكبير اللي هو محمد حسرينيه كان أن يشاركوا في عمليات التجارة يعني الحلم الأول للوالد أن يكون محمد ابنه الكبير تاجر ويكمل معي مشوار التجارة ولكن في الحقيقة هناك شخصية لعبة دور محوري في الطفولة طفولة الأستاذ محمد حسينيه كراءة والدته والدته أصرت أنه يكمل تعليمه أصرت أنه يسلك طريقه بعيدا عن طريق الوالد وكانت تقرأ عليه بعض الحكايات القديمة وبعض القصص وبعض الروايات لا علاقة بالقادة لا علاقة بالعسكريين لا علاقة بالحروب وبعض الحكايات الشعبية زي أبو زيد الهلالي وغيرها وكل ده كان بيسهم في سياغة التكوين المبكر للأستاذ محمد حسينيه اشتركوا في القناة